بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة التاريخ والجغرافيا للسنة الأولى متوسط اتركوا لكم بسندوق الوصف رابط لتحميل النموذج للطباعة وعلى شكل الصور أيضا فما تنسوش الضغط على زل الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة إذن سنبدأ بالجزء الأول الخاص بالتاريخ لدينا الوضعية الأولى طلب منا إشرح المصطلحات التالية التنقيب ولدينا ما قبل التاريخ إذن نقول التنقيب هو الحفر والبحث عن مخلفات الإنسان القديم ويقوم به علماء مختصون في علم الآثار لدينا ما قبل التاريخ إذن نقول ما قبل التاريخ هي الفترة الزمنية التي عاشها الإنسان قبل اختراع الكتابة سنة 3200 قبل الميلاد ثم لدينا الوضعية الثانية طلبا منا رتب بالأرقام خطوات دراسة الآثار إذن هنا علماء الآثار سيقومون بعدة خطوات هنا الخطوة الأولى الثانية لدراسة الآثار إذن الخطوة الأولى لدينا تحديد الموقع الآثاري الخطوة الثانية مسح الموقع الآثاري الخطوة الثالثة التنقيب ثم لدينا الدراسة والتحليل والنشر لدينا الخطوة الآخرة تصنيف وتاريخ الآثاريات إذن هذا فيما يخص الوضعية الثانية الوضعية الثالثة أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ أن وجده لدينا عبارات هنا الموجات الصوتية تستخدم للبحث والتصوير فوق الأرض صحيح أو خطأ؟ إذن خطأ جيد نقول الموجات الصوتية تستخدم للبحث والتصوير تحت الماء كربون البطاس يستعمل لمعرفة عمر العظام؟ نعم صحيح علم الآثار يدرس من قبل علماء الجغرافية؟ لدينا خطأ سنقوم بتصحيح الخطأ ونقول علم الآثار يدرس من قبل علماء الآثار إذن هذا فيما يخص الجزء الأول الخاص بالتاريخ إذن الوضعية الأولى طلب مننا عرف ما يلي خطوط الطول ثوائر العرض إذن نقول خطوط الطول هي خطوط وهمية تقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شرقي وغربي ويبلغ عددها ثلاثمائة وستون خط دوائر العرض هي دوائر وهمية متوازية يبلغ عددها مائة وثمانون دائرة إذن هذا فيما يخص الوضعية الأولى الوضعية الثانية أجيب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجده ينتج عن دوران الأرض حول نفسها تعاقب الفصول الأربعة تحتل الأرض المرتبة الثالثة في المجموعة الشمسية تدور الأرض من الشرق نحو الخرب إذن سنجيب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجده إذن العبارة الأولى لدينا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها تعاقب الفصول الأربعة لدينا خطأ الصحيح نقول ينتج عن دوران الأرض حول نفسها تعاقب الليل والنهار تحتل الأرض المرتبة الثالثة في المجموعة الشمسية إذن صحيح أم خطأ يا أبطال ماذا نقول هنا؟ هل الأرض تحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الشمسية؟ إذن صحيح تدور الأرض من الشرق نحو الغرب؟ خطأ نقول تدور الأرض من الغرب نحو الشرق حول الشمس الوضعية الثالثة قدم ثلاثة أدلة تثبت كروية الأرض الأرض كروية أثبت ذلك قدم أدلة هنا إذن سنقدم ثلاثة أدلة مثلا لدينا إذن فيما يخص الأدلة لدينا أيضا تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة إذن هذا فيما يخص الفرض الأول لثلاثة الأول مادة التاريخ والجغرافية السنة الأولى متوسط متزوج الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته